واحد من أشهر الأمراض اللي بقينا نسمع عنها كتير الفترة الأخيرة واللي يعتبر من أخطر الأمراض اللي ممكن يتعرض لها الإنسان هي السكتة الدماغية واللي يعتبر مرض مجهول عند ناس كتير جدا أو على الأقل غير معروف الأسباب ومجرد ما بنسمع عنه أو بنشوف حد حتى أصيب به بيجي كده عندنا توطر وبيبقى عندنا مليون سؤال خليني أقول لكم إن السكتات الدماغية تعتبر واحدة من الحالات الطبية الطريقة جدا واللي بيحتاج تدخل طبي سريع لأن مضاعفاتها بتحصل في دقايق معدودة وممكن طبعا تكون سبب في وفاة المصاب بيها ودي حاجة كلنا مش عايزينها طبعا هنا بقى بتبدأ المضاعفات الكبيرة تحصل للمريض وأشهر حاجة من المضاعفات دي هي الجلطات اللي بتتكون واللي لو ما تمش اكتشافها في أسرع وقت السكتة الدماغية دي ممكن تكون سبب في التلف دائم للدماغ كل ده بقى بيتطلب مننا حاجة مهمة جدا أولا أن مرض خطير زي ده لازم يكون عندنا وعي كامل به ولازم نكون فاهمين بشكل كبير جدا عن المرض ده عشان نقدر نتعامل معاه بشكل صحيح وسليم وده في نفس الوقت بيتطلب مننا في الأول أننا نعرف إيه هي أعراض المرض ده أو حتى أشهر الأعراض لأن معرفتنا بالأعراض هيسهل علينا حاجات كتير وممكن تخلينا نلحق مشاكل كتيرة من قبل حتى ما تكبر وأخيرا وده الأهم هي مسألة التعامل مع المريض المصاب بسكتة دماغية لأن للأسف ساعات التعامل الغلط مع المريض بيزود من المشكلة ويسرع كمان من مضاعفاتها وأثارها وخاصة لو كان المريض ده مرض جات له سكتة دماغية بشكل خطير جدا وده اللي احنا كلنا عايزين نتجنبه